المشاكل اللي بنعاني منها في المجمع دائما انقطاعها دائما للمياه تأتي فقط يوم واحد في الأسبوع مما بضطر الموظفين مغادرة الدوام من أجل قضاء الحاجة أو الصلاة المشكلة الثانية في المجمع اللي هي انقطاعها دائما للكهرباء لأنهم مربوطين على خط المزار أو الخط الجنوبي طالبنا من شركة الكهرباء تحغير خط الكهرباء ولغاية الآن لما فيه التجاوب بدنا نحكي انه مشكلة الأساسية في المجمع المياه انه نقعة شهر بدون مي دائما مقطوع المي وشغلة كمان الأسنسيلات بتعطى المرات